قلتلكم قبل الفاصل فرمان سيد عبد الحفيز كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة في إطار بقاء القمة اللي بإذن الله تعالى لعيبة الأهل تسعد جماهيرها وإن شاء الله تستعيد صدارة بطولة الدورة وتكمل لنهاية المسابقة بإذن الله كابتن سيد قرر غلق المجال الإعلامي تماما على فرقته خلاص الفريق دخل في مرحلة التدريبات المغلقة تم الإعلان على أنه كل ما يتعلق بالشأن الإعلامي والصحفي الخاص بالفرقة المركز الإعلامي مشكورا في النادي سيوافي بها الزملاء في كل مواقعهم وجرائدهم لكن فيما عدا ذلك التدريبات مقفولة التدريبات مغلقة بدون حضور إعلامي وصحفي حتى لصحفي النادي الآلي وللقناة دي مسألة في إطار من التجهيز الجاد والتركيز الخاص باللقاء القمة ده آخر تدريب للفريق قبل الغلق علشان يدخل الجميع باشموندس في إطار التركيز الكامل للمباراة والمركز الإعلامي سيوافي الزملاء في الصحف والمواقع والبرامج بكل الصور والأخبار عن تدريبات واستعدادات الأهلي حتى يوم المباراة باشموندس طبعاً دي تقاليد وطقوس قبل المباراة ويعني خلاص كابتن سيد هو أحد خبراء هذا المكان أي احنا لازم نحترم هذا وأعتقد أن الإعلامين سيحترموا هذا أيضاً طالما أنه معمم طيب الأهلي بيستعد للقمة بدون تسع لعيبة دوليين يعني بصوا المرحلة حارجة جداً لكن هو جزء من أدوار الأهلي أنه لعبته موزعة في عشر لعيبة دوليين صلاح محسن ومحمد هاني وعمر السلاية مع منتخب مصر الأول اللي لعب مع النيجر المباراة الأخيرة في تصفات حسنهم وانتهت وحقامة وهاني والسلاية وصلاح محسن وبيلعب بكرة إن شاء الله ودياً مع نيجيريا في أربع لعيبة كمان مع المنتخب الأولمبي في معسكر أسبانيا كريم ندفد ورمضان صبحي وناصر ماهر ومصطفى شوبير دولي اللي موجودين مع فرقة الأهلي دلوقتي لكنه المنتخب الأولمبي في التشكيل الأخير كان القوام الكامل ليه بعدة اثنين لعيبة كلهم من ولاد النادي سواء اللي لسه موجودين في الأهلي أو المعارين لأندية أخرى فدي كان كان الحداشر لعب اللي بدأوا المباراة الودية اللي فازوا فيها أو فازوا فيها على أمريكا كان تمانية من الحداشر من النادي الأهلي حيلعب الفريق الأولمبي مباراة وودية مع هولندا بكرة بالإضافة علي معلول الجناحة التونسي الأيصر الجارح جداً موجود مع منتخب بلاده وجيرالدو الأنجولي موجود أيضاً مع المنتخب الأنجولي كابتن سيد عبد حفيز عمل اتصالات هاتفية كتيرة شوية بيتصل بأسبانيا يتطمن على لعابة المنتخب الأولمبي وشوية يتصل بلعابة المنتخب الأول ويتصل بعالي معلول ويتصل بجيرالدو وانجولة آه للي اتمنانا على كل اللعيبة ومواعيد وصولهم وانتظامهم إن شاء الله في المعسكر الجاد الخاص بلقاء القمة ابتداء من الأربع مرت لسارتي المدير الفني عقد جلسة خاصة مع الجهاز المعاون أيضاً على هامش هذا المراني اللي حضراتكم شايفينه عشان يستقر على الخطوط الفنية المهمة الخاصة بلقاء القمة سعد سمير وأيمن أشرف الاثنين جاهزين بإذن الله وتعافية تماماً من الإصابة وانتظمة في التدريبات الجماعية سعد كان عنده إجهاد في العدلة الخلفية أيمن أشرف أيضاً تخلص من ألام كادمة في الظهر وبقى الاثنين جاهزين إن شاء الله لتدعيم خط دفاع الأهلي في لقاء القمة كابتن طرق سليمان مدرب الحراس النابه الحياة اللي بيبذل مجهود كبير في تجهيز صف تاني من الحراس بشكل واعي جداً أكد على جاهزية الشناوي وعلى لطفي للمباراة بينما طبعاً الكابتن شريف إكرامي بيستمر غيابه للإصابة خد حراس المرمى تدريبات جادة مع كابتن طرق سليمان لتجهيزهم وشريف إكرامي بيقترب بإذن الله تعالى من التعافي من الإصابة في عضلة السمانة حيكون جاهز للتواجد في التدريبات الجماعية بعد عودة الفريق من جنوب أفريقيا وحيتم تجهيز شريف لكن الناحية الفنية مؤكد متروكة لمارتن لسارتي الحاوي الحاوي المنتظر في لقاء القمة واللي الناس بتعول عليه أمال كبيرة إنه يتمكن من اللحاق الجهاز الفني بيجهزه بشكل جيد جدا لكن هيلحق أو مش هيلحق ده قرار فني يملكه مرتن لسارتي ومعاونية لكن المؤكد إنه وليد سليمان إن شاء الله تعالى كقوة مضافة مهمة جدا لخط هجوم النادي الآلي يمكن أن يكون أساسيا بإذن الله في مباراة ساندونز إذا لحق مباراة القمة خير وبركة ما الحقشي هيتم تجهيزه لمباراة ساندونز يعني اكتمال عبضة المصابين قوة مضافة بالتأكيد بتدي أريحية وهو ده اللي مماشي النادي الآهلي خلي بالك ده سر إن النادي الآهلي مستعيد تقلقه ومستعيد انتصاراته لإن بقت ما فيش فرق ما عندكش لعيب أساسي ولاعيب احتياطي دلوقتي لعيبتك كلها أساسيين تشوف ده حتى يعني في الماتش الودي اللي تلعب شفنا فرقتين أحسن من بعض الفرقتين طيب على ذكر ساندونز التي يمكن تجهيز وليد سليمان للمشاركة أمامها الاتحاد الأفريقي وافق على تحريك الموعد يوم لإن الآهلي كانت عنده صعوبة حقيقية في إنه يلاقي خطوط طيران منتظمة أو متاحة بعد ما يلعب مباراة الدوري يوم 2 أبريل اللي هل هيلعب الناس اللي بتتكلم عن المؤجلات بالمناسبة اللي هل هيلعب يوم 30 مباراة القمة يوم السبت ثم بعدها بيومين أو 3 يام يوم 2 أبريل هيلعب مباراة للتحاد السكندري مطلوب منه يسافر عند رأس الرجاء الصالح في أطراف القرى في آخر نقطة في الكرة الأرضية يلعب مع سانداونز في جنوب أفريقي يوم كام المفروض 6 أبريل على فكرة أنتا مش بتهذر هي كده إحنا وإحنا في جنوب أفريقي بنلعب السوبر عملونا جولة روحنا حتة اسمها كيبتاون أيوا بعد كيبتاون قالونا الصخرة اللي هناك دي هي مركز العالم بالزبط بالزبط آه لما أنا روحت بعد كيبتاون طريق رأس الرجاء الصالح اللي كانت بتدور حواليه التجارة العالمية زمان لكن ما علينا أنت دلوقتي مطلوب أن أنت تلعب كل هذا العدد من المباراة بالشكل المضبوط فالأهلي ملاقاش رحل الطيران لجوهانسبرج تمكنه من أنه يلحق بمباراة سانداونز فبعت للاتحاد الأفريقي فالاتحاد حرك المعاد يوم بقى الأهلي بدل ما يلعب في جنوب أفريقيا يوم 5 هلعب يوم 6 6 إبريل بدلا من 5 إبريل ومباراة العودة بدلا ما كانت 12 إبريل هتبقى 13 إبريل وفي الاتحاد الأفريقي نظرا لصعوبة توفير رحل الطيران إلى جنوب أفريقيا أو أداء مباراة الاتحاد لو حد غير الأهلي كنت سمعته بقى إزاي هلعب يوم 30 وهلعب يوم 2 واروح أقصى الجنوب القرى عشان ألعب يوم 5 من 30 لخمسة 6 إيام فيهم 3 مباريات والسفرية التلات مباريات فيهم سفرية إلى أدنى الجنوب شوفوا حجم التعب وحجم الإرهاق 3 مباريات في 6 إيام من يوم 30 ليوم 5 الـ 6 إيام 3 مباريات يعني كل يومين مباراة ومباراة الاتحاد في الإسكندرية ويرجع عشان يسافر من مطار القاهرة لكن تم تحريك الموعيد يوم 1 ونتمنى إن شاء الله إن مسألة تنتظم وإن النتاج بإذن الله تساعد اللعيب على تحمل كل هذا الإجهاد من جولات أو عن جولات دور التمانية وحظوظ الفرق في البطولة لصديق العزيز عصام الشوالي واحد من المعلقين اللي فعلا زي الدكتور أو صديقنا العزيز عالي محمد علي بيبلغك تحياته وتهنيه بيعيد ميلادك الحياة اللي من مبارح وكان لقى تلفونك مقفول على ذكر الشوالي كل التحية لعالي محمد علي بس هنشوف عصام الشوالي ورؤيته للأهلي ومباريات دور التمانية الأفريقية طيب يا سيدي عطيتني أنصف النهائي بتاع الكاف عطيني نصف النهائي بتاع الشاب يزلي درجة ما زمبي الأهلي الأهلي بتاع الويدات الأهلي خطر كالكورة المصرية لكل تعرف تتصرف مع فرق أفريقيا الصمرة كمنتخبات وكأنديا ممكن لغونتاج بالنسبة للترجي في حساب الكوب البركور أنه الأهلي بشي يستنزل برشة تاق برشة يفور سانداونس الويدات والصراع المحلي مع الزملك اللي عندهم القمة لترنت مارس وبالنسبة للكوب دافريق بشي يخلي يكيد إيصابات وورقات صفراء كذا خطر أنا أقول لك حاجة الأهلي السناء كان يوصل لفينال بسعيب بيسر كان يضيعوها معناها تروازين بلسويت اللي تحب أنت ممكن تصور إذا فم نصيب باقي للترجي التونسي أنه الأهلي يغادر قبل الختال هو شوف أعسام الشوالي يحمل تقييم وتقدير حقيقي لنا دي الأهلي صحيح وتقييم بيبقى موضوعي يعني هو ما بيستندش إلى العطفة بيستند إلى الحقائق اللي موجودة على الأرض الواقع وبيتمنى في الآخر بقى لو الترجي كمل يعني ماليش بس هو أنا أقول لك على حاجة أنا شاهد على أهلوية عصام من قبل ما يشتهر من خلال التعليقات العربية تذكر البطولة العربية في تونس اللي أنت سبتنا وحاولت تروح تجيب أحمد بها جامل مغرب أيها مش كده في البطولة دي شاب بصحفي لسه بيبدأ ومعاه صحفية برضو تونسية لسه بيبدأوا وأخدوني أنا والصديق العزيز عصام شلتوت وصديقنا العزيز علي البحراوي استضافة في راديو الشباب ده الكلام ده 96-97 راديو الشباب في تونس اللي بيقدموا هذا الشاب عصام ونجوة زملته الاتنين حديث التخرب فيما يبدو وقتها وتونس عاملة تجربة أتمنى أن نحن نستفيد منها راديو الشباب تجربة شبابية كاملة اللي بيقدموا واللي بيعدوا واللي بيديروا واللي بينتجوا كلهم شباب حديث التخرج عشان كده مش من فراغ إنه الإعلاميين التونسة مسيطرين على سوق الإعلام العربي كل القنوات العربية فيها العدد الأساسي منها توانسة كان الاتنين المستضفين وقتها عصام الشوالي وقت دي كان سعيد جدا بأداء الأهل في البطولة العربية اللي كان بيشارك فيها التوانسة مخده لك ونجوة زملته دي تزوجها بعد كده دي نجوة الشوالي مزيعة تونسية كبيرة دلوقتي في الإزاعة التونسية فبص عصام من ساعتها وحتى لما جيه نادي الأهل بعد كده أو جيه مصر كان الكابت المحرم الرغب مرة قال لي عايزين نكرمه وكرمه هو مدير نادي من وقتها وهو بعيدا بقى السوفي معلقين بيحاولوا يكسب ود الجمهور بالزاد في القنوات النقلة أصحاب الحقوق الحصرية لكن من بدايته عنده التقدير اللي أنت بتقوله عنده تقدير خاص للنادي الأهل هو يشعر بقيمة الأهل مش مسألة عواطف وأنه هو أهلاوي لموضوعي فيه إنما هو يرى هو مختانع أن النادي الأهلي ده قصة مختلفة قال لك لولا الأهل لسا محمد المصرف يفكرون بما يقول له لولا الأهلي لكان للأنديات التونسية شأنهم آخر وهو ترجوي قوي لكن بالنسبانه الأهلي حاجة لها قيمة الأهلي حاجة لها قيمة ولما تلاقي هذا الرأي وهذا الانطباع عند مدربين أجانب كبار لازم نبقى عندنا هذا الزهو وهذا التقدير لهذا النادي مرت لسارتي قال أرجوياني صحيح إنه مدرب النادي الأهلي لكنه شوفوا رأيه عن النادي الأهلي لما هو جاله العقد من النادي الأهلي أو العرض إنه يدرب النادي الأهلي سأل عن النادي الأهلي شأنه شأنه كل المدربين الأجانب اللي ارتبطوا بالنادي الأهلي ارتبطوا عن حب اللي استمتع فيكم بحوار مرت اللسارتي مع صديق العزيز اسلام الشاطر في صهرة مهمة جدا على شاشة الأهلي يوم الجمعة الماضية أكيد لمس أنه أي نجاح بإذن الله هيحققوا مرت اللسارتي مع الأهلي هيكون بدافع وبفعل حالة حب حقيقية ربطت هذا الرجل بهذا الفريق وهذا الجمهور هو عنده سمات في شخصيته مش مسألة أنه راجل محترف جاي يؤدي عمل لكن هو بيؤديه بمتعة بيؤديه بحب بيؤديه أنه هو في سماته الشخصية أنه ودود أنه يسهل اكتساب صدقته دون أن يطغى هذا الود على احترافيته في العمل لكن هو عنده طبيعة ستنجحه مع الإعلام ستنجحه مع الجمهور وطبعا مع اللاعب لو صدفوا التوفيق في النتائج سيبقى من المداربين اللي ممكن تعطوهم في قائمة المداربين التاريخين المؤسرين المؤسرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر